اشتركوا في القناة ارجعني مرة اخرى الها طيب بالطرف الثاني هنانا عدنا search اقدر استخدم اي شي هاشتاغات والى اخره كعلى سبيل المثال انه تريد تبحث عن member عضو انت ضيفه بهذا ال board او label واللي رح نجي نشوفه او او اذا عندك attachment او او اذا عندك هو كمل المشروع مالتا achieved تمام عندك هنا ايضا اد منا ايضا تقدر تخلق board ممكن تخلق team ممكن تخلق business team احنا اكتر شي تيم واحنا حاليا سوينا هذا الشي عملناها اهنا ال information في حال اذا تعرف معلومات عن و اهنا عندك الاشعارات notification لما احد يضيفك لما احد يعمل فتشي معين ممكن انه انت تعرض جميع ال notification اللي تيجي لك لما اني اجي انطيفة شغلة ممكن تظهر بال notification عندك وهنانا انت عندك الخصائص العايدة لك كبرو تفايلك كارتات اللي عندك ال setting small tech shortcut و ال language وتقدر تعمل log out سهل جدا استخدام التريلو بالنسبة للمينيو لاحظ هنا ممكن انت تغلق المينيو و ممكن تقول لها show menu بالمينيو يظهر لك مجموعة اشياء على حسب الاشياء اللي انت ضايفها في التريلو يعني على سبيل مثال مبدئيا ممكن انه انت تلقي شي اسمه change background اذا هذا ال background ما كان عاجبك و ممكن انه عودة يأثر على المستخدمين ممكن انه انت تعمل تغير لل background ممكن تغير ال background على حسب الشي اللي انت تريده تمام طيب هنا نرجع طبعا رح يقضي شوية وقت لانه يعتمد على سرعة الانترنت تمام هنا عندك الفلتر ممكن تعمل مجموعة labelات هذول labelات default و رح نجي له هنا يظهر لك activities activities هي الفعاليات اللي رح تصير في داخل مشروع على سبيل المثال نلاحظ هنا محمد قام بتغير ال background محمد قام بإضافة ال board هذا محمد قام بإنشاء هذا ال board يعني أي activity رح يصير في داخل هذا التريلو رح يقوم بتسجيل هالتريلو لك حتى تعرف تماتك وأعضائك وأنت بالضبط اش دا تسوي تمام طبعا من الضغط على المور يظهر لك مجموعة اشياء labels وإلى آخر من أمور واللينك اللي انت ممكن تشايره مع أي عضو تمام ف لو نختار فدلون جدا لو نختار فدلون كننغلق لو نرجع هنا نضغط على التريلو هذا يرجع لشنو للمين هنا البوردات ما لتكتظ هر التيمات هذا التيم هنا عندك team code for babble ممكن تنشئ team آخر أيضا بس خلنرجع مرة اللاخ إلى التريلو مع code for babble لاحظوا احنان من ندخل على team code for babble لطلع لي شيء اسمه هنا مشروع دار الأيتام فمن اضغط على مشروع دار الأيتام راح يظهر عندي المشروع ممكن اني اظهر من هذا الطرف ممكن اغلق الآن احنا تعرفنا على الواجهة خلنو انتقل لمرحلة اخرى على سبيل مثال اذا انا حبيت اعطي مهمات عمل المهمات في المشاريع وشان تجي تجي على اساس مثلا شنو الخطوات اللي انت تريد تعملها يعني مثلا هنا اتصور عندك بأي مشروع على سبيل المثال عندك بأي مشروع مجموعة خطوات مثلا انت عندك هنا كالlist عندك شيء اسمه list وعندك شيء اسمه card طيب لما اريد اضيف list هذا list شنو هو فليكن هذا القائمة على سبيل المثال انت تريد تنطي task ل الأعضاء الموجدين بشروعك فهناش اكتب مثلا tasks طبعا ممكن تسميها اي شيء ممكن بالعربي هم مهام ممكن تسمي backlog طبعا هذا الموضوع الbacklog راح نشرح ان شاء الله باتشور اذا خلصنا اليوم تريلو زين هذا انا راح اسميه task add list تمام الآن اصار عندي list قائمة باسم task ليش سميت task مثلا هي مهمات انا راح انطيها للعضاء عندي مشروع code for bubble عندي 20 عضو كل واحد لازم يكون عند التاسك فاني باي مشروعي دارت اي مشروع على سبيل المثال انت شون تدير المشروع عندك مشروع على سبيل المثال دار الايتام صح زين هذا المشروع ما دار الايتام بيها مجموعة اشياء مثلا اذا اجينا على draw تمام هنا اذا جبنا طبعا باقي 10 دقائق اذا انتهى الوقت نرجع مرت لك على نفس الرابط تمام فخلن اختار هنا الماوس stay اوكي فاذا عندي هنا مثلا اقدر اختار هنا draw عندي يعني بالنسبة لي المشروع اللي اذا اشتغل مشروع دار الايتام احنا نعرف انه الاثنين بيها شنو front end تمام وعدنا back end تمام وعدنا مثلا على سبيل مثال database اللي احنا دنشتغل عليها front end whatever كان مهما كان المشروع اللي انت تشتغل عليه على سبيل مثال angular react js او اي شي كان html css بيها خطوات بيها steps صح زين اهنان انت عندك ال back end ممكن ال back end يكون مزيج ممكن يكون بيها php مع laravel او مثلا عفوا laravel مع ruby on rails او فقط pure صافي ruby on rails او مثلا node.js وال back end هو database وخوار 100 وإلى آخر من امور فكل مرحلة من هاي المراحل الآن لازم اجزئها كمشروع اساسي انا لازم اجزئها عندي front end عندي back end عندي database حلو بال front end ايضا لازم اجزئها يعني عاسبي مثال في front end عندي شنو الاجزاء اللازم اعملها ال login page ال register page ال authorization مثلا ال report chart وإلى آخر هاي كلها لازم اجزئها كلها احول الى شنو الى مهام زين انت ما تحتاج انا تربط مع back end اكيد فإذا back end لازم يجهز لي بال register بال login ويجهز لي بال chart اللي راح يظهر بال front end وال database كثالك شنو نوع ال database اللي استخدمتها شنو كم نوع من ال tables موجودة بيها سواء كان مثلا نقول SQL أو non SQL إذا كان SQL كم نوع tables موجودة شم عدد ال table اللي عندي وكل table شنو الاشياء اللي موجودة بيها إذا كان SQL كم collection أنا عندي تمام وبكل collection كم object عندي وكل collection شنو كان اسم وشن العناصر اللي موجودة بيها كل هذي الاشياء لازم يتم رسمها هاي الأجزاء الأساسية اللي تكون معدها تمام زين أنا من وزعت التاسكات المرحلة الثانية شنو هو ممكن أنا أضيف another list هذا الليست الشي يحتوي على سبيل المثال أنت من تسوي التاسكات مالتك أخذت التاسك إلى مثلا تقدر تكتب أي شي مثلا progress مدى تقدم هذا التاسك أو مثلا doing أو doing يعني أنه أنت شغال عليه مثلا أو progress أو doing حسب اللي أنت تريد تعطيل اسم بمعنى آخر أنه من تاخذ task رح تضيف بال progress أنه أنت شغال عليها أيضا أنا أضيف list آخر لأن أنت بعد ما سويت progress حلو زين ورا progress مفروض شنو أكو أنا أعرف أنه بعد ما تسوي progress يعني معناها كملت الشغلة مو من كملت الشغلة أنا أجي أسوي مفروض عليها تجارب صح لولا فأقدر أكتب عليها تست طبعا إذا ضغطت على المكان الفارغ بدون إضافة add list رح يختفي ما رح يضيف بس من نضغط على add list رح يحافظ عليها لاحظ التست موجود لاحظوا لما أضغط على أي صفحة أخرى على أي مكان في الصفحة ما رح يضيف لكن من أرجع عليه رح يحفظ يقول أنه كان آخر شي تريد هو test فأقول add list فهنا صار عندي قائمة أخرى اللي هي اسمها test جميل جدا بعد ما سوى التجارب مالت المفروض شي سوي أنت تكمل التجارب مالت قال لك الUI مالتي جاهز أنا كملت الUI كملت المفروض من عدنا شنو أنه نحن نسويها متابعة review صح يعني صح أنه عملها بالطريقة الصحيحة الواجهة تمام ما بها عيوب فإذا أنا عندي شي هنا رح يكون اسم review تمام فلازم أني أشوف أعطي review إذا كان تمام ممكن هنا أقول مثلا approved أو مثلا أسميها شنو done إنه هذا الشخص كمل الشغل مالت لاحظوا كم هو جميل التنسيق مالت نوع رح هارف هنا ما يحتاج أتابع شخص شخص أنت شم سوي وين رايح وين جاي لا هنا واضح عندي التاسك قاعد ينطيت لي المفروض هذا التاسك يشتغل عليها فإذا ما يشتغل علي ممكن أني أتصل فقط بالعضو اللي لم يشتغل على هذا التابعة بعد ما يكمل يجي على التست مثلا إذا شفت فترة هو يطول على التست أسبوعين ثلاث أسابيع لا ممكن أني يجي أسألة يا بليش أنت طولت عليها ممكن عند مشكلة ممكن يحتاج مساعدة يحتاج support من محافظة أخرى تمام من كما لل تست ريفيو مثلا ممكن أنت تجي تباو على الأشياء اللي هما سووا هل هو صح غلط بها شغلات يسأل تعديل عليه خلاص ما عندك أي شي ممكن أنه يضيف بال done وطبعا يستمر التريلو يعطيك add another list إحنا بالنسبة لك كبساطة عدنا هاي الأجزاء الموجودة tasks progress test review done إذا أنت تحب تضيف أكثر ضيف عادي إذا شفت أنه بين tasks و progress أكو شي ضيف إذا شفت progress كلامه مو واضح ممكن تجزئها ممكن التست واحدة يتجزئ الاثنين list تين أو review قبلها أكو شي تست بعدها قبل review ممكن أكو شي آخر يعمل أو بعد review أكو شي أنا الآن جهزت القوائم مالتي بكل قائمة لازم أني أضع شنو card الكارد شنو هو نقدر نعتبر المهام على سبيل المثال أنا عندي شنو أنا المفروض من عندي registration registration مفروض أنه ينتهي تمام أو مثلا خلي نقول register page تمام أكتب عليه front end وأقول add card الآن صار عندي registration front end add card هذا تمام زين طبعا ما رح ندخل الكارد خلي ننضيف مجموعة كاردات هنا أنا أجي أقول back end مثلا تمام ممكن الdatabase هم نضيف ويا الback end براحتك مثلا هنا registration ليس page وإنما أجي أكتب مثلا database هل الdatabase مالت جاه زي الشيء الأشياء اللي أنا أحتاج على فكرة هذا registration ممكن يكتب هذا الشكل ونفس الحالة مثلا login page login page front end عندك login page back end or هنا تم إضافة ال end back end تمام هنا ممكن أجي أقول مثلا database شنو العناصر اللي موجودة في داخل الداتابيز مثلا شنو الاشياء اللي مفروض انه مثلا من الواحد يسوي ريجستر شنو العناصر المفروض ينخزن بالتابل اوكي اهنا مثلا خلي نقول الادمن بانل مثلا الموقع بيها ادمن بانل ادمن يقدر يتابع اليوزرية ليسجل او مو فهذا ايضا بيها شنو ايضا بيها ادمن بانل بايج بالنسبة للفرونت اند صح؟ ونفس الشي بالنسبة للباكيند ونفس الشي بالنسبة للداتابيز تمام؟ واقدر اضل اضيف 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 والى ما لا نهاية فليكن انه مثلا هاي الاجزاء ان يكون عندي موجودة اذا هاي الاشياء موجودة كتاسك اعطيها المن للاشخاص دعونا نوقف هذا السيشن نفتح سيشن جديد حتى نكمل باقي الاجزاء من تريلو ارجعوا على نفس الرابط اشتركوا في القناة